والآن مع فيلم تسجيلي يجسد الواقع ويسلط الضوء على مبادرات وبرامج ومشروعات لخلق بيئة مشجعة للعلوم والابتكار ودعم واحددان المخترعين والنوابغ وبطء تطبيق مخرجات البحث العلمي في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة وتحليات المياه والزراعة والغداء وتعميق التصنيع المحلي وبالعلم نستطيع على قدر التحدي تكون الجرأة وعلى قدر الحلم يكون اليقين وعلى قدر المكانة يكون العمل المستقبل دورات حياة وتطور متواصلة نبدأ اليوم حلقة جديدة تطلقها القيادة السياسية الواعية لمتطلبات العصر إن البحث العلمي يعد خيارا استراتيجيا بتجاوج مختلف الصعوبات التي تعترض قطة التنمية موسيقى مصر التي كتبت التاريخ وصنعت حضارة أبهرة العالم على مر العصور تعرف أن العلم هو كلمة السر التي تفتح كل أبواب الخير لمواجهة أي تحدي وهزيمة أي صعب موسيقى من 1958 والدولة المصرية مهتمية بتكريم العلم والعلماء عشان كده كان هناك جوائز الدولة المقدمة من أكاديمية البحث العلم من هذا التاريخ لحد 2019 تم تكريم علماء وباحثين في كل المجالات من كل المراكز المعاهد البحثية والجماعات المصرية أتصور إن أعظم لحظة وأجمل لحظة في حياة أي عالم هو تكريمه ولو كان التكريم من دولتهم من قبل القيادة السياسية متمثلة في رمز الدولة وساد رئيس داني معنى جميل جدا عند كل العلماء موسيقى كانت مصر من أوائل الدول التي اهتمت بتشجيع العلم والعلماء لمدومة البحث والابتكار والإبداع والتطوير فأنشأت أكاديمية البحث العلمي عام 1971 توظف الأكاديمية الطاقات العلمية والتكنولوجية لخدمة القضايا التنموية وتتولى تقييم الأداء وتقدير التميز في البحث العلمي من خلال 59 جائزة سنوية مقسمة بين مجالات العلوم الأساسية والزراعية والطبية والهندسية وهي جوائز النيل والدولة التقديرية والدولة للتفوق والدولة التشجيعية موسيقى وتبذل الدولة المصرية حاليا جهودا كبيرة من أجل تهيئة بيئة مشجعة للعلوم والتكنولوجيا والابتكار ونشر ثقافة البحث العلمي حيث تدعم الأكاديمية النوابغة من التلاميذ من خلال برنامج جامعة القفل وطلاب الجامعات من خلال دعم مشروعات التخرج والمسابقات العلمية بالتعاون مع القلية الفنية العسكرية ورالي القاهرة الدولي للسيارات محلية الصنع بالتعاون مع جامعتين شمس ووزارة الإنتاج الحربي كما تمنح أوائل الجامعات المصرية منحا كاملة للحصول على الماجستير من خلال برنامج علماء الجيل القادم وتدعم رواد الأعمال والمبتكرين من خلال البرنامج القومي للحاضنات التكنولوجية انطلاق ومعرض القاهرة الدولي للابتكار والبرنامج التلفزيوني القاهرة تبتكر وتدعم تعميق التصنيع المحلي والصناعة من خلال التحالفات التكنولوجية بتقدم بخالص التهناء لعلماء مصر الأجلاء الحاصلين على جوائز الدولة هذا العام وبتقدم باسمي أيضا وباسم أكاديمية البحث العلم ومجتمع البحث العلمي بجزيل الشكر للقيادة السياسية على الدعم غير المسبوح من البحث العلمي بدأنا في 2014 ب13 مليار وحاليا 23.5 مليار جنيه أنا بعتبر العصر الحالي هو العصر الزهبي للبحث العلمي في مصر موسيقى كل عام يشهد ميلادا جديدا لعقول عقرية وأفكار خلاقة تقوم الدولة بتكريمها ودعمها وتبني أفكارها ومشروعاتها لتصنع طفرة جديدة في رؤية مصر عشرين ثلاثين موسيقى فتقدم بتعناقة خالصة للحصين على جوائز الدولة وخاصة الشباب منهم أتمنى لهم مزيدا من التوفيق والإنجاز فالبحث العلمي هو المدخل الأساسي لما يعرف باقتصاد المعرفة كما أنه يضيف ويمنح الدولة القوة النعامة والقوة الخشنة إذا لازم الأمر في مجال الأمراض المتوطنة واللي بطمح أنه يتم القضاء نهائي على الأمراض دي إذا البلد تمكنت من إنتاج الأدوية ده يبقى مكسب كبير أو الحياة وأنا متخيلة أن كل الهيئات اللي تتبع البحث العلمي في مصر مهتمة جدا بالموضوع بقى أوجه نصيحة للزميلي أو الولادي الصغيرين أو أقول لهم أنهم تحبوا اللي بتعملوا وتصبروا اللي بيشتغل في المجال البحثي الأكاديمي ما بيحسش الحقيقة بلزة شغله إلا لما ياخد جايزة وجايزة البلد ديها طعم كامل أسعر لحظة تكريم كانت لحظة تكريم الرئيس السيسي هذه الجايزة لها خصوصية كبيرة جدا عندي ليعكد أسباب المعايير الدولية اللي بيتم عليها التقييم من خلال أكاديمية البحث العلمي الإمكانيات العلمية والمعملية المتوفرة في مدينة الأبحاث العلمية بوجه عام ومعهد الهندسة الوراثية بشكل خاص إحنا مهمتنا إيجاد وتطوير وابتكار بدائل جديدة حيوية للمنتجات الكيميائية تكون صديقة للبيئة وأمنة للصحة والإنسان والحيوان والنبات إذا لم تكن عقول وسواعد شباب العلماء هم من يرفعوا مصر إلى قن الدول العالمي المتحضر فمن يفعل؟ والله الحمد لله أنا حصلت على عديد من الدوائز والتكريمات على مستوى العالم لكن بيأتي التكريم من الدولة المصرية على رأس وأهم هذه التكريمات الحياة في أخر أربع سنين لحظت أنا وجملائي من العلماء المصريين في الداخل والخارج الاهتمام الشديد والإيمان العمير والذي لا يتزعزع من القيادة السياسية بأهمية البحث العلمي كقاطرة أساسية ورئيسية لنهضة البلد والمهور بالاقتصاد والمجتمع بشكل عام في عدد كبير من المشروعات اللي احنا نفسنا نفسها في الفترة الجاية بتخدم أهداف مصر 2030 ومنها تأمين المعلومات والتشفير سواء الصور أو البيانات الموضوع التاني اللي احنا برضو بنسع فيه هو ربط زراعة بالتكنولوجيا عشان نستفيد من كل البيانات اللي عندنا والخبرات اللي موجودة ونخزنها في قاعدة بيانات في الهاية جائزة الدولة للتفاوق بالنسبة لي علامة ومميزة في حياتي وخصوصا لأنها في العلوم التكنولوجيا المتقدمة الحمد لله الواحد قدر يحصل الفترة اللي فاتت على عدد من الجوائز كون الواحد يحصل على جائزة بحجم جائزة تفاوق العلم في العلوم التكنولوجيا المتقدمة من بلد الغالية على قلبي وقلبي كل مخلص لها ده شعور ما يوصف أتمنى إن شاء الله إن المشاريع اللي شغال عليها حالياً تصل للمواطن المصري البسيط ونساعد في حل بعض المشاكل الراهنة والضغطة على المجتمع المصري أنصح كل تلمزتي وصغار الباحثين في مصر كلها بإنه يتخذ العلم والمعرفة والاتكار سلاح قوي في إيده عشان يقدر ونقدر كلنا مع بعض نبني اقتصاد قوي نبني على المعرفة بما يتفق مع هدف مصر إن شاء الله في خطة 233 ونتيجة لكل الجهود السابقة بدأت مرحلة جنب الثمار وبدء تطبيق مخرجات البحث العلمي على أرض الواقع في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة وتحلية المياه والزراع والغذاء وتعميق التصنيع المحلي كما بدأ تحسن ترتيب مصر في المؤشرات العالمية طبقاً للمنظمات الدولية قفزت مصر في السنوات الثلاث الأخيرة من المرتبة 107 إلى المرتبة 92 في مؤشر الابتكار العالمي وها هي مصر تنهض بسواعد أبنائها وأبحاث وابتكارات علمائها وإرادة وتلاحم شعبها نحن لا نستعد للمستقبل لكننا نصنعه الآن معاً في طريق العلم نفكر نبتكر ونبدع نعم بالعلم نستطيع ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر